التلاعب بالعقول للوقاية من تلاعب البعض بعقولنا وفهم كيفية تلاعبهم بالعقول يمكن اتباع هذه النصائح واحد تعلم علم النفس قراءة وفهم علم النفس يمكن أن يساعدك على فهم أساليب التلاعب النفسي وكيف يعمل البشر عقولهم اثنان تطوير الوعي كن حذرا وواعيا للإشارات التي تشير إلى محاولات التلاعب مثل التضليل والتلاعب العاطفي ثلاثة التحقق من المعلومات تحقق دائما من المعلومات والأخبار قبل الاعتماد عليها قد تكون معلومات زائفة جزءا من التلاعب أربعة تعزيز مهارات الاعتراف بالمخاطر تعلم كيفية التعرف على المخاطر والأنماط المشبوهة في التفاعلات والاتصالات خمسة تعزيز الثقة بالنفس كن واثقا من آرائك وأفكارك ولا تسمح للآخرين بالتلاعب بعقلك بسهولة ستة تطوير مهارات التفكير النقدي كن قادرا على تقييم المعلومات والحجج بشكل منطقي ومن دون تحيز سبعة اتباع قواعد الخصوصية حافظ على خصوصيتك ومعلوماتك الشخصية وكن حذر عند مشاركتها عبر الإنترنت ثمانية التواصل الجيد قم بالتحدث بصدق وبوضوح مع الآخرين لتجنب سوء التفاهم والتلاعب تسعة تعزيز التعلم المستمر استمر في تطوير معرفتك ومهاراتك لتكون على دراية بأحدث الأساليب والآدوات المستخدمة في التلاعب بالعقول عشرة تستشر محترف إذا كنت بحاجة إذا كنت تشعر بأنك تتعرض لتلاعب نفسي خطير فلا تتردد في طلب المساعدة من محترف الصحة النفسية تذكر أن الوعي والتعلم المستمر هما السلاح الأقوى ضد التلاعب بالعقول مع تحيات الأستاذ لطفلة لاتلي